ماكاش لمشى معاهم في العالم الخارجي رواياتهم حول الإرهاب مامشاش معاهم مامشاش معاهم في العالم الخارجي مافيش دولة واحدة ولا منظمة دولية واحدة التهمتنا بأننا حركة إرهابية لأنهم يعرفون الحقيقة ويعرفون بعض الوجوه الظاهرة للحركة المتحدثة باسمها تقيم في دول غربية وهؤلاء هم أعداء الإرهاب سواء الإرهاب الحقيقي أو الإرهاب المفبرك سواء الإرهاب يفبرك من طرف بعض الجهات أو الإرهاب الحقيقي ولا يعقل أن تكون هذه العصابة أقوى وأدرة من هذه الدول لتمتلك مشبرك خبرة وجزء منها خبرة استعمارية واسعة ولكن تمتلك إمكانيات هائلة بكلمة عنه الكلمة ما فيش ولا دولة الآن ولا منظمة محترمة طبعاً يقدروا غدوة يجيبوا السعودية معهم وبن زايد والسيسي هذا يقدر يجيبوا مش مشكلة لكن هذا هو أمثالهم هذا لا نفرق بناتهم هؤلاء كلهم إصابات إجرامية تخنق شعوبها وأحياناً تذبح شعوبها لكن ما فيش دولة محترمة في العالم وقفت معهم في هذا الاتهام بل بالعكس خرجت على بالرغم من التدخل الفرنسي لدى المنظمات الدولية حتى لا تدين هذه العصابة طبعاً فرنسا ربما تغير الآن سياستها بعد الخصومة اللي وقت بيناتهم ربما في حدود معينة لكن حتى على الأقل حتى نهاية سبتمبر الماضي كانت فرنسا يتحميهم وبشدة على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي ولا تزال ولا تزال تحمي فيهم بشكل أو بآخر برغم الخصومة اللي رهي موجودة اليوم بينتهم خرجت حتى الأمم المتحدة وتقول بأن الحراك في الجزائر حراك حضاري ومسالم وأن مكونات هذا الحراك لا يعرف عنهم عنف ولا يعرف عنهم إرهاب مع ذلك يسارعون ويسدرون قوانين قوانين لا أساس لها قوانين أي محامي مبتدى يستطيع أن يخرج أمام قاضي يقول له هذا القانون قانون جائر قانون ظالم هذا الاعتقال جائر ظالم نحن ندينكم بشدة ونقول لكم بأنكم لن تستطيعوا وقف حركة التاريخ لن تستطيعوا أبدا سينتصر الشعب في النهاية قضية فقط السؤال هو متى وكم ستكون تكلفة لكن سينتصر الشعب مصيباً تعكم أنكم قد تسحقون في الطرقات هذا السياسة اللي يكم مشين فيها قد تدفع ناس غاضبين إلى سحقكم في الطرقات أما نحن فكنا حتى اقترحنا عليكم الحصانة ونزيدو لكم الدراهم باش تخلوا الشعب طرنكيل باش تخلوا البلاد طرنكيل باش تخلوا الشعب هذا يقرر مصيره لكن راه الناس في لحظات معينة الناس لمطحونة في البلاد الغاضبة المسحوقة مستضعفة راه جيها لحظة قد تنفجر وقد يبحثون عنكم شخص شخص جنرال جنرال ضابط ضابط وزير وزير تكلم على كبار الضباط بطبيعة الحال وقد يسحقونكم في الطرقات نحن لا نريد لبلادنا هذا الاتجاه لكنكم تدفعون الشعب إلى هذا الاتجاه سنظل ننادي بالتغيير السلمي بالتغيير اللاعنفي برحيل جنرالات إلى الثكنات شعب يقول جنرالات إلى المزبل إلى المزبلة احنا قلنا جنرالات إلى الثكنات سنظل نحن نطالب ذلك وندعو لذلك لكننا نعرف أن في النهاية الشعب هو الذي سيقرر وهو الذي سيتخذ قراره لأنكم تفقرونه وتجوعونه وتخوفونه وتعتقدون أن ذلك سيمضي كما مضى السيسي في مصر حتى في مصر لم ينتهي الأمر وفي النهاية الشعب المصري سينتصر على السيسي وجنرالاته لكنكم تعتقدون مع ذلك فالشعب الجزائري يختلف والدليل تاريخيا الثورة الجزائرية ذات الطبيعة الخاصة في كل المنطقة العربية ندينكم بشدة وأنتم تظلمون هؤلاء الشباب وتدمرون حياتهم العائلية والأسرية والعملية والدراسية وتسجنون الناس بظلم وبحقد تطلقون العصابات وتصدرون أحكام بالبراءة على العصابات وراهي جاية ام جايين في الطريق وتسجنون الأحرار لأنقذوا البلاد من مصير العهدة الخامسة كانت ستكون كارثية لكنكم عدتم وراكم في العهدة خامسة في الحقيقة سينتصر الشعب في نهاية المطاف سحشوف أنتم مصيركم فاشيكون العروض اللي قدمت لكم وما زالت قدم لكم في وقت للناس عاقلة وهادية لن تكون نفس العروض لأن الشعب هو اللي قرر مصيركم يومها وتأكدوا أن هناك غضب راح يكبر ويكبر كل يوم أكثر مما تتصورون وننوجه لكم مرة أخرى نصيحة لشينغريحة ومنمعة من جنيرالات كما وجهناها الجايد صالح باش أطاحت بي الجنيرال قادي اللي سيسجن وهوم بدو مع التحقيقات مثل ومثل الجنيرال تعد داسك اللي أيضا أطاحه به وهوم بدو مع التحقيقات ومثل هوم مثل بالحيمر اللي هوم بدو مع التحقيقات حتى بالحيمر هذا الوزير اللي كان يعتقد نفسه وأنه منه حبست الخبارجي بشهادة أحد زملائه واللي ابنه والسيارة أنت وزارة الاتصال كانت تحمل المخدرات واتبيع المخدرات لو لأن جدار مياه في ودرهيو ما كانوش عارفين ما كانوش عارفين أن هذه السيارة هي سيارة وزير الوزير اللي حال نعطق باسم الحكومة فوقفوها فلقوا فيها الكيف وسجنوا السائق قبل أن يعترف بأن هذا الكيف موش نتاعوا نتاع ولد عمار بالحيمر